موسيقى موسيقى في أجواء المصالحة في سوريا وفي خضم الحديث عن المرحلة السياسية المقبلة لهذا البلد العربي تحدث البعض وأصر في حديثه على أن خلاص سوريا طوق النجاة بالنسبة إليها في المرحلة القادمة هو علمنة الدولة قبل كل شيء قبل أن نتحدث عن مصداقية هذا الكلام ومضمونه ومفهومه ودلالاته نحتاج أن نقدم مقدمة حول العلمانية من حيث مفهوم العلمانية ومن حيث شمولية هذا المفهوم ودلالات هذا المفهوم على الواقع السياسي والاجتماعي هذا الموضوع بالطبع أنا تحدث عنه قبل أكثر من سنة في خطبة بشكل مفصل ولكن لابد من هذه المقدمة التذكيرية الإنسان منذ ظهوره على الأرض ارتبط بالإله الخالق المدبر الذي يدير هذا الوجود فطرة الإنسان عقل الإنسان العلم وكذلك جهود الأنبياء قادت الإنسان إلى هذه الحقيقة وربطت الإنسان بخالقه من خلال الرسالات السماوية على المستوى الفكري الإيماني على المستوى الأخلاقي على المستوى التشريعي المرتبط بالعلاقات بين العبد وبين خالقه وبين الناس بعضهم البعض وبين الإنسان والبيئة التي يعيش فيها إلا أن ممارسات صدرت عن أولئك الذين اعتبروا أو قدموا أنفسهم كقيمين على الدين أو أنهم يتحدثون بإسم الله في ضمن مشاهد في التأريخ في مجتمعات مختلفة عندما قدموا أنفسهم بهذا العنوان ولم يكونوا في الواقع بذلك المستوى الذي يؤهلهم لكي يكونوا المتحدثين مثلاً بإسم الدين أو بإسم الرسالة السماوية هؤلاء عندما صدرت منهم مجموعة من السلوكيات السلبية أدى ذلك إلى حصول ردة فعل في مجموعة من المجتمعات البشرية ضد الدين نفسه وبالتالي عندما يقول النبي زكريا عليه السلام وإني خفت الموالي من ورائي هو يشير إلى شيء من هذا القبيل أنا خفت على الرسالة خفت على الحالة الإيمانية خفت على المؤمنين من هؤلاء الموالي من هؤلاء الذين تربطني بهم صلة قرابة وهم الذين سيحملون مسؤولية أو عنوان الإرشاد الديني ولكنني يا رب لا أجد أنهم مؤهلين أنهم مؤهلون لمثل هذا الموقع لشغل هذا الموقع لتحمل هذه المسؤولية عندهم انحرافات عندهم سلوكيات سلبية أفكار منحرفة هؤلاء سيدمرون علاقة الناس بالدين ولذا دع الله عز وجل أن يرزقه بمن يحمل هذه المسؤولية فكان يحيى عليه السلام ثم كان عيسى عليه السلام وبالتالي هناك من يقدم نفسه عبر التأريخ بهذا العنوان ثم يسيء إلى الدين فيفكر تباط الناس بالدين بسبب هذه التصرفات هذه واحدة من الأسباب وأعطيكم نماذج من هذه التصرفات على سبيل المثال عندما كانت تباع سكوك الغفران في بعض المجتمعات الغربية من قبل الكنيسة مثلاً رجال الكنيسة أو البابة بيع سكوك الغفران عندما يعقد تحالف بين الكنيسة على سبيل المثال والبابوية وبين ملوك الدول الأوروبية يعقد ذاك التحالف لا في مصلحة المجتمعات والشعوب وإنما للإضرار بها لامتصاص خيرات تلك الدول من أجل شرعنة الظلم الذي كان يمارسه ذلك الملك من أجل تبرير السلوكيات التي كان عنوانها وواقعها الظلم والفساد والتعدي على حقوق الناس وكبت الحريات عندما كانت تعمل تلك الجهات التي تأخذ العنوان الديني على كبت حريات الناس وعلى محاربة العلوم والبحث العلمي تحت ذريعة الحفاظ على سلامة العقيد هذه الأمثلة وغيرها دفعت بعض تلك المجتمعات إلى التمرد على كل ما هو ديني على كل ما يربطها بالسماء وبالتالي ظهرت في تلك المجتمعات ظهر في تلك المجتمعات ما يعرف بالسيكيولارزم حسب اصطلاحهم ويترجم بعنوان الدنيوية أو الدهرية نعم في اللغة العربية هذا الترجمة دقيقة لكن في اللغة العربية استعاضوا عن كلمة دهرية لمدلولها السلبي التاريخي والدنيوية استعاضوا عن ذلك بمصطلح العلمانية والمقصود منها ماذا؟ المقصود منها ذلك العنوان سيكيولارزم ما هو مضمون سيكيولارزم؟ ما هو مضمون العلمانية؟ طبعا بعض العرب قالوا العلمانية من العلم وهذا غير صحيح هذا محاولة تلاعب بالعقول تلاعب بالكلمات والدلالات الواقع العلمانية من الدهرية أضافوا أن هناك علمانيتين علمانية جزئية وعلمانية شاملة العلمانية الجزئية هي فصل الدولة عن الدين العلمانية الشاملة هي فصل حياة الإنسان عن كل ما هو ديني الحياة وليس فقط على مستوى السياسة والحكم فصل حياة الإنسان عن كل ما هو ديني وقيمي وأخلاقي قالوا يجب أن يكون محور هذا الوجود هو المادة المادة هي التي تحكم هي التي تقيم من خلالها الأمور هذه الشاملة العلمانية الشاملة ومن أحب أن يطلع على المزيد في هذا المجال هناك كتاب بعنوان العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة للمرحوم الدكتور عبد الوهاب المسيري وهكذا ظهرت الأصولية العلمانية مثل ما يتكلمون عن أصولية دينية ظهرت أصولية علمانية وهذا مصطلح وضعه باحثان أمريكيان هم وضعوا هذا المصطلح الأصولية العلمانية والمراد منه أن العلمانية بذاتها أصبحت دينا وعقيدة تستسعى إلى إلغاء الآخر ومحاربة الآخر وإقصاء الآخر هذا معنى إقصاء كل ما هو ديني وقيمي وأخلاقي عن حياة الناس فقالوا ظهرت الفئة المتعصبة الأصولية بتعبيرهم من العلمانيين الذين يرفضون المكتسبات السياسية التي لو تحققت لبعض الأطراف ذات التوجه الديني يقولون هذا مرفوض هذا غير مقبول حتى لو كان ذلك بالأدوات التي يقررونها ويرتضونها كالديمقراطية ورأي الشعوب لو وصل حزب أو تيار ذو توجه ديني إسلامي أو غيره لو وصل إلى سدة الحكم على سبيل المثال لو نجح في الانتخابات فإنهم يعتبرون أن هذا الأمر باطل هذه أصولية تعصب تطرف على كل حال بعد هذه المقدمة أقول الحديث عن أن طوق النجاة بالنسبة إلى سوريا في المرحلة القادمة هو العلمانية وأن العلمانية هي الحل السحري الذي من خلاله ليس فقط سوريا بل كل البلدان العربية إذا ما أرادت أن تخرج من وضعها الحالي فالحل الوحيد أمامها هو العلمانة هذا ضحك على الذقون هذا حديث لا يسمن ولا يغني من جوع فالمسألة أن المعاناة التي تعاني منها الكثير من الشعوب العربية ليس لها علاقة في الواقع بأن هذه الحكومات ليست حكومات علمانية بل لو أننا نظرنا بالدقة لوجدنا أن الغالبية العظمى من الحكومات من الأنظمة في الدول العربية المعاصرة هي ليست دينية هي في الواقع علمانية طبعا البعض يتحدث ويقول لا هي دول مدنية ليست علمانية هذا أيضا ضحك على الذقون في القاموس السياسي في الدقة السياسية لا يوجد شيء اسم دولة مدنية إما دولة دينية وإما دولة علمانية إما دولة دينية يعني تستقي شرعيتها من الدين من السماء وإما دولة أرضية علمانية أما أن يقولوا هي دول مدنية ونحن نطمح إلى تكوين دولة علمانية فهذا الكلام غير صحيح الغالبية العظمى من الدول العربية حاليا هي دول علمانية هل حزب البعث الحاكم حاليا في سوريا والذي كان يحكم في العراق مثلا هل هو حزب ديني مثلا هل الدول التي شهدت ثورات فيما يعرف بالربيع العربي ها تلك الأنظمة التي ثارت عليها الشعوب نتيجة الظلم والاستبداد الآن بغض النظر عن المحركات أو إن كانت هناك مؤامرات بغض النظر عن ذلك ولكن كان هناك تحرك صادق من الشعوب تجاه الثورة على هذه الأنظمة التي كانوا يعانون منها في الواقع ظلما فسادا استعثارا بالثروات الخاصة بتلك الدول وغير ذلك من عنوين الفساد والظلم حصلت تلك الثورات على الدول لم تكن دولا دينية وعاشت ذلك الظلم دون أن تكون دولا دينية بل كانت دولا علمانية وبالتالي عندما تقدم هذه القضية يقدم هذا العنوان أن العلمنة هو الحل في سوريا وغير سوريا عندما يقدم على أن هذا هو الحلم الوردي الذي ينتظر الشعب في سوريا هذا الكلام في الواقع لا يمت إلى الحقيقة بصلة ولذا فإن الحديثة عن طبيعة الحكم القادم في سوريا والتغييرات السياسية التي تفرضها المرحلة المقبلة وضمن التعقيدات الموجودة على الأرض ومنها بروز العديد من الوجودات التي يدعي كل منها أنه يمتلك الرؤية الإسلامية الشرعية الصحيحة للحكم وهي أبعد ما تكون عن ذلك لا يجب الحديث لا يجب أن يدور حول أسلمة الدولة في سوريا أو علمنتها بل يجب أن يكون حول كيفية ترسيخ العدالة وإرساء منظومة الحقوق السياسية والاشتراكية والجماعية والفكرية والتمكين للكرامة الإنسانية على الأرض وتفعيل مفهوم المواطنة والحرية المسؤولة وتحقيق المصالحة المجتمعية وإعادة بناء الإنسان والمظاهر المدنية والبحث عن وسائل التنمية المختلفة ومعالجة السلبيات الهائلة التي أفرزتها الصراعات الدموية في هذا البلد العربي الجريح هذا هو ما تحتاج إليه سوريا فعليا وبعيدا عن الحالة الشعارية والعناوين البراقة التي لا تأتي بجديد على الأرض ولا تخدم إلا عصبيات أصحابها إن الموقف المتشنج لذوي الاتجاهات العلمانية لن يعود على مجتمعاتنا بشيء سوى بالمزيد من التعقيد والصراعات والتفكك وسيبقى الدين حاضرا مهما فعلوا فرحمة بأنفسكم ورحمة بوطنكم الجريح سوريا اعملوا من أجل العدالة وإحقاق الحقوق والتنمية واتدعوا تعصباتكم جانبا فلا العلمانية في ذاتها هي الحل ولا الدين في الفهم المغلوط له هو طوق النجاة اللهم بصرنا بأمور ديننا ودنيانا اشتركوا في القناة